دوما تحلق بالحقيقة وتشرف بالمواقف تفي قبل العود وتتقي قبل المخاوف ها هي كاميرا قناة اليمن اليوم تزير المنفذ الوحيد لمدينة تعز تسلط المعاناة لمليوني نسمة يقطعون بطون الأودية وسفوح الجبال علهم يصلون إلى الأجزاء الشرقية من مدينة تعز بظل حصار لم يشد له التاريخ مثيل وأبقت الميليشيات على منفذ الأقروض كمنفذ الرئيس تتنفس من خلاله المدينة من هنا عبر هذا الطريق الجبالي الوعر الذي يتسع تارة ويذيق أخرى والمحفوف بالمخاطر تبدأ المعاناة بكل تفاصيلها العابرين عبر هذا المنفذ من الأطفال والنساء والمرضى كما إنهم يسافرون على نعش الموت يبقون هنا لساعات طوال تحت أشعة الشمس العالقة في أفق السماء بينما الغبار لا يغادر سماء المكان إذ لا تتوقف سيارات أقرى المسافرين والمواد الغذائية والخضروات ولو لحظات ست ساعات تعد حالة طوارئ وهي المسافة الزمنية الفاصلة بين المدينة والحوبان بعد إن كانت بضعة دقائق ومئة كيلو متر هي المسافة المكانية بعد إن كانت مئة الأمتار كون هذا المنفذ يعتبر المنفذ الرئيسي لمحافظة تعز الشريان الوحيد لمحافظة تعز وإذا وقد معنا أي مريض أو أي مصاب انتهي في الطريق نذيقات استحام السيارات ونحن تركنا عمالنا في المكتب ونقوم بتأمين الخاط يوميا وفك الخاط من استحام السيارات وهذه معضلات لنا منها ثلاث سنوات لم تكن التعقيدات والنتوءات على الأرض فحسب بل كانت العراقين الحوثية واضحة في مشاورات السويد التي انطلقت في ديسمبر من العام الفائد ففي ختم المشاورات تم الاتفاق حول فك الحصار عن مدينة تعز وإيصال المساعدات الإنسانية عبر ممرات آمنة نهيك عن تشكيل فرق أممية لمتابعة تنفيذ الاتفاق حينها تنفس أبناء تعز الصعداء إلا إن ذلك لم يرق لمليشيات الحوثي الإرهابية فتنصلت من الاتفاق بل جعلت الاتفاق لا يبعاد القيمة الحبر الذي كتب به وظلت المليشيات الحوثية الإرهابية تحاصل المدينة غير أبيهة بالقرارات ولا تعنيها الاتفاقيات لم تكتفي المليشيات الحوثية بما يراقل أهالي من متاعب الحصار وويلات السفر بل تزداد المخاوف وتبدأ المحاذي لدى المدنيين إذ تعمل المليشيات الحوثية على اعتقالهم ببلاغات كاذبة أو دعاوي كيدية غالبا ما ينتهي بهم المطاف بالإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة بعد ازدق بهم في غياهب السجون لشهور بل تتعدى سنوات أحيانا ودون بم هناك مقابلة أمس من إحدى السجناء الذين كانوا في السجون والله عندما كلمني من الأشياء التي تحدث له ومن الاعتقالات ومن الضرب والتنكيل والتقويع إنها أزمة كبيرة ننادي من هذا المنبر وننادي كل أحرار اليمن وكذلك ننادي كل المنظمات الحقوقية بأن تزور منطقة الأقروض وما يعانون في النقاط من اعتقالات بل كاد لم تجد المشاورة اليمنية بالسويد طرق معبدة لعبور السلام رفع الحصار وإيصان المساعدات الإنسانية لمدينة طال انتظارها انتهت جلاسات المشاورات بالسويد بالتصافح لا بالتصالح وبقت معاناة تعز كما لو بلغت الروح الحقوم لقناة اليمن اليوم أهواد الوهباني تعز ترجمة نانسي قنقر